نبدأ مع بعض الجزء التاني بنبدأ من القوس خطحايت القوس خطحايت عشر اعمدة اربعة في كل جانبه اتنين في النص عشان يفصلوا ما بين حورس والسبك بطل ميوز ستة وبطل ميوز تمانية بطل ميوز ستة في لوماتور بطل ميوز تمانية يولجتيس التاني على الاعمدة اللي قدامه منظر واضح جدا ما فيش فيه اي مشكلة ثلوس سبك وفوق بلاقي شو وتحط وقتهم متصورين عندي في الجزء العلوي طبعا هنا وفقا للنصوص بعدين بلاقي منظر بعديها من اجمل وابدع المناظر هنا الملك بيقدم القربين جود بوب لما نشر اداني اسامي الاليها اللي فوق لكن هنا بوصل لمنظر من ابدع المناظر حورس امام الملك بيدي له سفل انصار ده بطل ميوز تمانية من الاتنين اللي وقفين وراه كيلو بطل اتنين وكيلو بطرة ثلاثة الحتة السياسية الرائعة بطل ميوز تمانية لما رجع مصر احنا عارفين انه كانت بنتة خو كيلو بطرة ثلاثة اختصبها واصبحت بعد كده زوجة له واصبحت بتصور معاه في المعابد كأنها زوجته وعلشان كده لو قربته من الهيروغليفي شوية هتلاقي اللي قدام هي سنة اف اخته واللي وراه هي حمت اف مراض هو كان زكي مخسرش الكهنة وحاول يصور لهم المنظر انه متعامل مع اخواته الاتنين بشيء من الرقي والاحترام اهو المنظر عن قرب اللي وراه حمت اف حكاة حكاوه حاكمة الحكام واللي قدام سنة اف اخته على راسنا من فوق اللي بتحكم لكن لو تصور بطل ميوز تمانية في المعابد مع واحدة بس مش لاتنين تبقى كيلو بطرة اتنين مش كيلو بطرة تلاتة الجزء السفلي سيبكم من طفيات الحريق هيبقى ممثل عندي بمناظر رموز النيل ورموز المقاطعات بالخيرات اللي احنا تعودنا ان احنا بنشوف ها في كل المعابد بتاعتنا بيجي بعد كده بدخل ما بين الجانبين او الكامير اللي ما بين على الحيطين ومنه للجانب الغربي بشوف فيه مناظر تقدمات كل دي مناظر الصالة والتقدمات بتاعتها اهان ببنظر على الحيطة دي بقى المنظر التقدمة الجميل اللي موجود بيمثل التعبان بتاع المنطقة بتاعت كومومبو التعبان المقدس المرتبط بيه كومومبو المنظر هو بيمثل امامي في الجزء العلوي التعبان اللي قاعد على الكرسي ده قبش واللي قدامه ده نب طوي اللي هو احد التعبين المرتبطة بالاقليب التعبان السفلي هنلاحظ انه بيمثل التعبان رأس شكل بهاي التعبان وليها راسين التعبان ده بيمثل عندي التعبان ابش اللي هو بيقدم الخير لكل ما يحتقى الافريز بعد كده النص بالكامل بيمثل عندي رموز الاقاليم لازلت ماشي مع الجدار بالكامل التفصيل بيكمل عندي بمنظر تطهير بطلميوس تمانية قريبا قوي من منظر التطهير اللي شفناه على الصالة الخارجية ما بين حورس والجحوتي بهم بيهموا عندي طبعا مع التطهير لازم يجي التتويج واجهة ونخبط وبيقف حورور بيشوف المنظر او بيتابعوا على الجدار او على الكامر اللي ما بين اللي اتنين بيجي عندي المعبود سبك في هيئة التمساح فوق المقصورة بتاعته بلاقي العتب عندي بيديني عدد من المناظر او عدد من النصوص اللي بتمثل عندي الشيء الجديد للمعبد فبلاقي هنا الملك بيقدم القربين لازيل وازيس ونفتيس الملك بيقدم الخبز لسبك وخمص وحور الملك داخل ما بين امون واتوم عشان يدخل امام سبك او واجهة ونخبط وهم بياخدولي امام سبك عشان يتوك كل المناظر دي بطلميوس تمانية وبياخد من حورس مئات الالاف السنين من الاعياد الممرات والابواب بعد كده اللي بتصل بيا الى قدس الاقداس بعدي من خلالها مع مجموعة من المناظر المعتادة بيني وبينكم ما فيهاش مناظر تخد قوي هما ثلاث صلاة المعابد بتفترض ان هما يكونوا الاثنين بورتر موس بيقول على ثلاث قاعات قاعة وما بيديهاش اي وظيف وبيقول انها بدأت ايام بطلميوس ستة دون ان يعطيني اي وظيفة لاي واحدة منها بلا بعد كده الممرات واهمها على الممرات مناظرها الملك مع الاليها الملك بيقدم القربين القربين المعتادة او التعويز او التراتيل او التلوات اللي هي بتمثل عندي علاقات الملك بالارباب منها تقدمة القربان منها حرق البخور منها تقدمة تلقس في الانتصار منها مناظر مش هتبقى مختلفة عندي عن المناظر ما بتخدنيش وشان كده يمكن كتير مننا وهو جوه المعبد ما بيقفش عندها لكن فيه نص مثلا كبير الاي سبق بيعلن فيه ان هو بيعيد تشهيد المعبد والمالك بلاقي منظر هنا بديع لسشاط شوفت سشاط لابسة جلد النمر اللابسة بشكل الفستونات بتاعة الروزيتا بشكل جميل السبع ورقات السفخة عبوب بتوع المعبودة سشاط ممثلين هنا وكاين الملك بيعمل جزء من قياس او تأسيس المعبد خاصة وان النص المقابل ليه بيتكلم على تأسيس المعبد وشعر يتبقى ليه هنا جزء مهم جدا لازم اقف عنده هو منظر ما يسمى بالتقويم هذا المنظر هو كالندر للمعبد بتاع معبدنا الشهير بتاع كومومبو بيمثل المنظر ثلاث اجزاء نبدأ من الشمال الشمال المعبودات المشاركة في كل يوم من ايام السنة في المعبد المعبودات بترتبط اسمها بالقربان السفلي فيه نص بيقول مكان الطعام للأسد العظيم اللي هي صفة الحرور اللي مين فيه نص بيتكلم على الفيضان المقدس واطعام الناس وفيه ثلاث معبدات على هيئة انسة الاسد اللي هم فيه اخر المنظر هنا بنقف بقى مع حتة كلنا بنحب نقف عندها في شغلنا شايفين الارقام اللي قدام حدوة الحسان عشرة والدائرة اللي مقطوعة من النص التسعة يبقى تسعة وعشرين وهيلول اللي هي قرص الشم العلامة اللي تحتها يا جماعة ارجوكو دي مش بح دي عرق عرق معناه The end The end of anything او اي حاجة النص هنا اللي بيكمل او التوضيح بتاع المنظر اللي انا بعيده تاني وتقسمته لتلات اجزاء ليس تقويم مصر ولكن تقويم الاحتفالات وارباب المعبد بصل منه الى كدس الاقداس في كدس الاقداس بلاقي نفسي او كدس الاقداس من المناظر المتبقية فيه بلاقي عدد من المناظر القليلة للتقدمات الممرات اللي حوالين كدس الاقداس اللي بنمر عليها بلاقيها خمس حجرات الخمس حجرات لو دخلتهم اولا بلاقي قبل ما دخلهم ادي المدخل بتاعهم لو عدناهم من هنا على اليوم خمسة الخمسة بتوعب يمثلوا صالة الكنوز ابدأ من الغرب صالة الكنوز جناح حرص المقدس جناح سبك المقدس وبعدين قاعة عرش راعة الصلاة كلها مناظرها من الداخل او اولا من الخارج هي مناظر معتادة زي ما بقول له حضراتكم ملك وغالبا هنا بيبقى بطلة ميوس 6 وبطلة ميوس 8 المناظر من الداخل تشبه لحد كبير مناظر الكريبت تقديمات بتقوم بها المالك هنا كيلوباترة 2 بالمناسبة اللي بتقدم القلادة امام الاله حرص او الاله السبك احيانا لما بيمثل بصل بعد كده الى الجدار الخلفي وعليه 2 من اهم او المقاصير الخلف المعبد الحائط ده عليه هلاقي اسم الامبراطور دوميتيان وورا المعبد مجموعة من المقاصير خلف قدس الاقداس بلاقي في عدد من الممرات المهمة جدا الممر الجنوبي بعتبره من عهد بطلا ميوس 6 لبطلا ميوس 12 نبدأ بقى نشوف المناظر اللي وورا اديزيس ونفتيس جلسين وامامهم ايم حطب كممثل لاله الطب الصورة اللي بتكتمل عندي وبعدين بييجي المنظر بقى يحطيلي الادوات التي كانت تستعمل في الجرح بلاقي المعص بلاقي كسات الهوى بلاقي المعلقة بلاقي الابرة بلاقي الميزان اللي هو للميزان اللي باوزن به الكميات واللي هو بلغاية قريب كانت الاجزاخانات ادوية التركب هنا بلاقي الامبراطور ماركوس اوريليوس وورا ابن كومودوس كتير مننا بيقول انتونيوس بيوس لأ ده ماركوس اوريليوس وورا كومودوس بيقدموا قرابين امام حورس وحطحور اللي واقفة خلفه وبييجي للمنظر اللي بعدين اروع المناظر اللي اغلبنا بيقولوا انه منظر تأسيم المعبد المنظر بتاع تأسيم المعبد هنا ده مش تأسيم المعبد المنظر هنا بالفتحة بالنص اللي تحت هو منظر جزء من مكان كان الكهنة يجلسون فيه لمتابعة العمل وعلشان كده بيحطوا ان المعبد هو مركز الكون قادر رياح الاربعة الاسد الجنوب الطور الشمال الصقر الشر والنحط تاني يبقى فيه تعبان اللي هو رياح الغرب ومعت قاعدة والمفروض النحح علامة السماء فوق بترفع لأعلى وتحت موجود النص اللي بيقول ان الكهنوت يدركوا كل شيء في الدنيا ومعت تدرك معهم وبيسمع كأنه خلف المقاصير هما مش خمسة يا ناسف هما سبع مقاصير اللي في الغالب بيتابع بهم كل حاجة وعلشان كده ان في عيونه في ودانه لو هو عايز يبسم تأسيم المعبد والعين 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 كان راسم عين حقيقي يا جماعة مش عين الوجات وانا بيحط المساجين والبردي واللوتس شعار الصيد والدلتا بكل ما يأتي حولهم يتبقى من المعبد عندي الجزء المهم هو اللي هو الماميزي بيت الولادة اللي موجود منه تلات اجزاء بس موجودين حوالين المعبد حتى الان وتراجان لقينا بيزخرف اجزاء من المنظر ده او الجزء ده من المعبد لكن بلاقي عندي هنا حاجة لبطلميوز ستة بطلميوز تمانية عندنا الثالوز بتاع سبق متصور هنا بلاقي عندي مجموعة من المناظر المهمة جدا اللي بتتعلق بالقربين اللي في بيت الولادة بلاقي معاها الجدران التلاتة اللي تم فيهم المناظر بعد كده بصل لاخر اجزاء المعبد بعد ما بشوف المنظر الجميل لاحد الكاهنات ومعها العصفير بتاعتها والبقرة الصغيرة وبيكتمل عندي جدران المميزي بمناظر للارباب بعد كده بلاقي التقدمات وتقدمة الخير وتقدمة الهدايا والمركب المقدسة اللي بتتم موجودة اللي هي المعصورة المعصورات بتاعة الالها الموجودين عندي المميزي بلاقي فيه كمان منظر لطييت الهة النسيج ممثلة عندي مجموعة الابيار الموجودة في هذا الجزء الابيار اللي كانت بتمثل عندي شيء مهم فيه المعبد البيري التاني بلاحظ فيه البيري الاول ده نزول البيري التاني لو زي السلم كأنه مياس للنيل عشان يحدد ما سبش الكهنة المكان دون التقرب من الامبراطور كراكلا وعلشان كده بشوف السلم ده اولا ده السلم اللي بيطلع ليه البيري التاني لكن ده الجزء الاخير اللي هي مقصورة او استراحة كراكلا اللي كانت موجودة في داخل المعبد واللي قيمت تخليدا لذكرى وربما ان الكهنة ايه القد اللي عملوا كراكلا في الشمال والعلاقات اللي كانت غير حسنة ما بينه وما بين سكان الشمال عشان كده ارادوا التقرب اليه باقامة هذه المقصورة دي كانت نظرة ولمحة سريعة لمعبد كومومبو اشوفكم قريب ان شاء الله مع معبد تاني من معابد مصر العليا شكرا